كلمات مش ممكن ننساها تشفي فينا الجروح كلمات شيلة معاني بتشيلها من الطروح حروفها النورة جواية متقصرة كلمات 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 الروح باسم الآب والإبن والروح القدس إله واحد أمين نستكمل سويا تفسير سفر الرؤية الإسحاح 16 وصلنا لآية 10 وهناخد النهاردة بنعمة المسيح آية 10 وآية 11 بفكر حضراتكم كلمة عتاد إننا بنحط عنوان كبير للإسحاح كله هو صوت مهوب وغضب مسكوب أول كلمة قلتها الجامات الأولى ودي كانت من آية 1 لآية 9 والنهاردة هنتكلم كمان في المملكة الموحولة يبقى الجامات الأولى والمملكة الموحولة هنتكلم من آية 10 وهناخد معاها آية 11 كمان في المملكة الموحولة آخر كلمة نتكلم فيها المعركة المهولة المعركة المهولة من آية 12 لآية 21 يعني لغاية آخر الإسحاح أول آية النهاردة آية 10 بتقول ثم سكب الملاك الخامس جامه وبين قسين كده زي ما اتفقنا في النص اليوناني كأسه جامه تساوي كأسه ثم سكب الملاك الخامس جامه كأسه على عرش الوحش فصارت مملكته مظلمة وكانوا يعدون على ألسنتهم من الوجع وهناخد آية 11 كمان وَجَدَّفُوا عَلَى إِلَهِ السَّمَاءِ مِنْ أَوْجَاعِهِمْ وَمِنْ قُرُوحِهِمْ وَلَمْ يَتُوبُوا عَنْ أَعْمَالِهِمْ مجداً للسلوس الأقدس إلهنا دائماً أبدياً أمين آية 10 وآية 11 وإحنا عارفين إن الجامات الأربعة الأولانيين كانوا بكت جعل بعضيهم إحنا اتفقنا إن أول أربع خطوم وأول أربع أبواق وأول أربع جامات بكت جعل بعضها يعني مجموعة مختلفة عن التلاتات البقيين فأول أربع جامات نزلوا على عناصر الطبيعة يعني نزلوا على الأرض والبحر والأنهار والشمس أما المرة دي ففي الجامل الخامس هتبتدي تنزل الضربة على صنف مختلف غير عناصر الطبيعة ده هتنزل على إيه؟ على مملكة الوحش وعرشه هتبقى على مملكة الوحش مش عناصر الطبيعة ولا أي عناصر تانية خالص لكننا بنشوف النهاردة وبنسيب خالص العناصر بتاعة الطبيعة وهنشوف إيه اللي بيحصل في الضربة دي مع مملكة الوحش ومركزها كانت الأبواق الأربع الأولانية بتنزل بشدة وعنف وقصوة ولكن تصيب السلس فقط تصيب التلت لأنها كانت ضربات تأديبية ضربات للإنذار لكن عرفنا أنها على التلت فقط اتقال في نهاية البوق السادس آية مهمة جدا أما بقية الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمالهم أبدا لم يتوبوا عن أعمال أيديهم ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم ده إصحاح تسعة قال لنا في آية عشرين وآية واحد وعشرين إنهم ما تبوش بتوع الأبواق ما تبوش هتشابه الأمر النهاردة ونفس الشيء هنلاقيه في الجامات في الجام الخامس اللي بنتكلم فيه دلوقتي هنلاقي إني برضو في شدة هذا الجام ما توبتش برضو الناس أما قال إيه اللي حصل من الناس يقول لك فلم يتوبوا بل جدفوا على إله السماء يا سلام برغم إن الجامات هي الأشد قصوة في الضربات عن الخطوم وعن الأبواق وشملة جدا وبتصرف الله مباشرة لكن برضو بتتقال عنهم نفس الآية جدفوا على اسم الله وعلى إله السماء وربما الكلام ده بيفكرنا ويخلينا نسأل هي ليه الدربات بتاعة الجامات أصبحت أشد بكتير عن الأبواق وعن الخطوم السبعة أقول لأن كمان النفوس ازدادت أسوأ تمام زي ما كان فرعون بيأسي قلبه في ذلك الزمان لكن الجامل الخامس ده بيشبه الدربة بتاعة الظلام الدربة التسعة اللي نزلت على المصريين ودي قعدت تلات ايام ظلام حالك جدا على كل أرض مصر وكانت النتيجة أن برضو ما حصلش الطوبة المرجوة ولا فرعون البولان لا ده برضو ازداد قصوة وازدادت الضربات واستكملت بنكمل الكلام وبنقول وإحنا بنتكلم تحت عنوان المملكة الموحولة بناخد فيها آية عشرة وحداشر بقيت آية عشرة اللي احنا بدأناها ثم سكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش تعالوا نتكلم على الكلمتين دول على عرش الوحش الكلمات دي محددة جدا وحضرتك عزيز المشاهد دلوقتي عمال تقول آه ده على عرش الوحش بدقة ده ما تقلش ان على الوحش نفسه لكن اتقال على ايه على عرش الوحش ما تقلش على الشخص كإنسان حي إنما اتقال على العرش نفسه الدربة دي على عرش الوحش مش على الوحش نفسه وده سؤال بيطرح نفسه ايه السبب يا ترى اقول بمنطقة البساطة والسهولة لان الوحش بصراحة شديدة هياخد عقاب كامل ويترمي في بحيرة النار وكابريت في النهاية فده مش مهم ياخد عقوباته دلوقتي على الارض ولا في حياته لا ده هياخد جزاءه اه على الارض إنما برضه هياخد عقاب كامل في الازمنة النهائية لوجوده على الارض بحيرة النار وكابريت لكن عرش الوحش لأن الآية كلمتها بتقول على عرش الوحش ايه هو عرش الوحش ده اقول عندين عرشين نفكر فيهم بابل لما اتكلم عنها دانيال النبي واعتبرها انها في الشمال فاتكلم دانيال في اسحاح 11 وقال عن ملك الشمال انه ينصب فستاته بين البحور وبين جبل بهاء القدس ده مملكة او العرش بتاع الوحش في الشمال وده دانيال 11 اية 45 وهنتكلم احنا عن بابل الحقيقة في نفس اسحاحنا بس لما نوصل لآية 19 كلام اكثر استفادة ومهمة اكتر شوية لكن عندنا عرش تاني اسمه عرش الشيطان الاولاني ده كان اسمه عرش بابل المرة ده عندنا عرش الشيطان جبتها منين اقول افتكر الكديس يحنة لما اتكلم في اسحاح 13 وقال ان التنين اعطى الوحش عرشه يعني الوحش تنيني خد العرش بتاعه واستمده من التنين نفسه ده في اسحاح 13 لكن هم الاتنين واحد عرش بابل وعرش الشيطان هم الاتنين واحد لان ده عرش مملكة الدجال في الازمنة الاخيرة مش هنختلف في دي ابدا نزلت الضربة واحنا طبعا ما نقدرش ننسى ان بابل رمز للوسانية رمز للاضطهاد للمؤمنين رمز ضد المسيح فمملكة بابل دي ما هياش مسألة تعدي مننا بسهولة الوحش الارضي الوحش الدجال هتقع على قوته وسلطانه معنى الكلام برضه ان ده جواب على التحدي السافر جدا اللي كانوا بيقولوا اتباع الوحش اللي كانوا بيسجدوله على جباههم سمته وعلى ايديهم اليمنى سمت الوحش كانوا بيتحدوا في رؤية 13 آية 4 وبيقولوا ايه كانوا بيقولوا من هو مثل الوحش من يستطيع ان يحاربه يا سلام اهجالك يا حضرة الوحش وعلى عرشك وعلى سلطانك وعلى قوتك ومملكتك جتلك الضربة فصارت مملكتك كلها مظلمة وده جواب على الالو لكن الجواب النهائي هيجي قدام في رؤية 19 من آية 19 لآية 21 الجواب النهائي على اللي قالوه على مملكة عرش الوحش نكمل الآية بتقول فصارت مملكته مظلمة وهنا عندنا زي ما خدنا في الحلقات اللي فاتت فكرين الفكر الرمزي المعنوي اللي في اشارات والفكر الحرفي في التنفيذ العملي الواقعي هنفكر كده ايه معنى ان مملكة الوحش اصبحت مظلمة نقول اه ممكن ده يبقى ظلام ابدي بسبب انتشار المعرفة الزيادة اللي تخلي الانسان بقى فاكر نفسه اله وبيلف حواليه نفسه ومع اننا عارفين ان الكلام ده بتاع الزمن اللي احنا عايشينه النهاردة في هذا العام بسبب والتكنولوجيا والتقدم العلمي والكلام ده كله لكن احنا بنتكلم في زمن الضيقة العظيمة وفي اخرها خالص كمان ودي قعدة حطيتها قدام حضراتكم في الحلقات اللي فاتت بتأكيد ان ما ننساش الزمن اللي بنتكلم فيه فاحنا بنتكلم عن زمن الضيقة العظيمة مش الزمن اللي احنا عايشينه فيه دلوقتي ابدا فصارت مملكته مظلمة وده المعنى الرمزي الامر اللي جعل الناس بيمجدوا نفسهم دي فيها اشارة لازلام المملكة دي لكن دي لما تتضرب هتتظلم لكن هي مملكة الوحش اصلا مظلمة قبل ما تتضرب فما ينفعش الرأي الرمزي في الحالة دي خالص وعن انتشار الظلام الادبي بدل من النور قال كده الكديس اشعية النبي وقال الويل شوفوا اشعية النبي يقول الويل للقائلين للشر خيرا والخير شرا الجعلين الظلام نورا والنور ظلاما الجعلين المر حلوا والحلو مرا ويل للحكماء في اعين انفسهم الفؤهماء عند زوتهم الكلام الكلام ده في اشعية خمسة من اية عشرين وآية واحد وعشرين دولة رفضوا الرب يسوع واصبحوا تحت سلطان الوحش فبيسلمهم الله الى زهن مرفوض بيسلمهم الى المعذبين زي ما بتقرها في انجيل لؤى فاسلمهم الله الى زهن مرفوض لكن الضربة الخمسة دي اقرب في تحقيقها للمعنى الحرفي ولما نفكر كده فصارت مملكته مظلمة دي شبيه في الضربة الخمسة في الابواق فقد فتح كوكب ساقط من السماء الكوكب ده ويع من السماء للارض فرح خبط ايه بير الهوية فتفتح بير الهوية وارتفع دخان شديد جدا من بير الهوية كاتون عظيم فحصل ايه اظلمت الشمس والجو من دخان البير الكلام ده خدنا في إصحاح تسعة لما اتكلمنا في آية واحد واثنين لكن الظلمة اللي حلت على عرش الوحش لان احنا بنقول فصارت مملكته مظلمة حلت حلت بير المعقول بير المعقول اننا نحول كل الكلام المكتوب في الاسحاح لرمزي لان الله مش محتاج انه يقول حاجة عكس اللي يقصدها فممكن نفهم بعض الامور انها رمزية وبعض الامور انها حرفية لكن مش في كل وقت كله يبقى رمزي عندنا في سفر الرؤية مثلا بعض رموز حقيقية يعني لما بيقول باب السماء هو السماء ليه باب لكن ده رمز لما بيقول مفتاح بقر الهوية هو البير بتاع الهوية ليه مفتاح انما ده رمز وفي عندنا حاجات حقيقية فعلية زي الاربع وعشرين شيخ وامور كتير ما نقدرش نعمم فيها الترميز وما نقدرش نعمم لكن لازم نفحص وبالفحص في آية النهاردة آية عشرة وإحداشر هنلاقي ان اتباع الوحش ضربوا في اجسادهم بالدمامل والقروح والكلام ده حرفي زي ما حصل زمان مع الفراعنة في ضرباء الدربات العش بسبب قبلهم لسمة الوحش في اجسادهم في حل محلها ضربة والظلام بيجعل كل شيء بيرتبك يعني تقول لي هي ضربة الزلام دي مهمة اقول لك قادي بتخلي كل شيء يرتبك ويصبح فوضويا ويشجع على الجرائم وممكن الناس تقوم على بعضيها والقوي قد يأكل الضعيف ده ممكن يحصل بسبب الزلام أكمل آية عشرة لآخرها وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع يا أحبائي ده أكبر دليل على إن الدربة دي حرفية يقول لك بيعضوا على ألسنتهم من إيه من الوجع من وجع إيه من وجع الدمامل والقروح ومن وجع الحروق اللي اتضربوا بيها قبل كده من الشمس إذن دي ضربة حرفية بمنتهى السهولة لكن هل معقول إن هذا الأثر اللي هو يعضوا على ألسنتهم من الوجع هل ده معقول يكون رمزي أو معنوي لا ده بيقول ألفاظ محددة بيعدوا على ألسنتهم من شدة الوجع ما فيش طبعا شيء بيقول أبدا إن ده معنوي أو رمزي أبدا ده بالتأكيد حرفي لكن دي نتيجة طبيعية للجامات اللي فاتت الأربعة الأولانيين اللي نزلوا على عناصر الطبيعة لكن ممكن عزيزي المشاهد تفتكر ودي مسألة مهمة قوي نفتكرها في كلامنا عن الأزماء الأخير فين الوحش من كل الدربات اللي بتنزل على أباعه مش المفروض يقوم بتعضدهم ومسندتهم وإنقذهم لكن واقع الأمر ما بيقدرش يعمل كده هم فيهم دمامل وحروق يروحوا لقوه لقوه هو كمان في دمامل وفي حروق فدي مسألة مأساوية تماما لعلهم يدركون إن الوحش نفسه مصاب ولا يستطيع إنقذهم فهو مقله نفسه بالكذب لكن هنا هم متوجعين بيعدوا على ألسنتهم يعني أفواههم مقفولة وبيضغطوا بيها على ألسنتهم من شدة الوجع ونشوفهم بيفتحوا أفواههم ويجدفهم يعني هم وقفلنها وسكتين وكفين خيرهم شرهم بيعدوا على ألسنتهم شوفوا الحالة المأساوية ولما يفتحوها على رأي اللي بيقول سكت شهرا وتكلم كفرا فرح ايه بعد ما تكلم بعد شهر سكات أهو يفتحوا أفواههم ويتكلموا كلام تجديف على على مين بقى دي آية حداشر من أولة وجدفوا على إله السماء وجدفوا على إله السماء ودي لازم نركز فيها زي ما ركزنا في الكلمتين ثلاثة على عرش الوحش المرة دي نركز على إيه على إله السماء من أول السبع ضربات جدفوا أتباع الوحش ست مرات من أول السبع ضربات اللي هما الجامات السبعة هتلاقوهم جدفوا ست مرات طب ناقص مر أقول المرة الوحيدة هي المرة أو المرة السبعة يعني الوحيدة اللي ما جدفوش فيها هي في الجامة السادسة اللي إحنا فيها دلوقتي طب ليه أقول لكم بيت الجامة دي هنعرف في الحلقات اللي جاية إنها إعداد لحاجة رهيبة اسمها معركة هير ماجدون معركة هير ماجدون دي هتبقى معركة رهيبة جدا جدا فيها أعداد ضخمة جدا تقريبا ما جدفوش في الوقت اللي فيه معركة هير ماجدون لأنهم كانوا بيفتكروا إن حشود الشياطين وأتباع الدجال والدجال نفسه هيدخلوا فيه معركة يقدروا ينتصروا فيها وده ايه ده نسميه عشم إبليس ده عشم إبليس فاكرين حضراتكم في إصحاح 12 يقول الرائي ونبهنا إن الشيطان لم يتبقى له إلا زمانا قليلا ومع ذلك الظاهر عشم في ايه في زمن معركة هير ماجدون اللي هي الجامة السبتة اللي احنا بنتكلم فيها عشم إنه ينتصر أو حاجة زي كده هو وأتباعه لكن بدأوا يجدفوا على إله السماء بلسان معضود وجسد موجوع ومحروق لأن إحنا فاكرين في الأبواق في الجامعة اللي فاتت كان فيه الشمس بتحرق في الأجساد مش حرق لغاية الموت إنما كان بتحرق في الأجساد وكأن عضهم على لسانهم لم يكفي لينفسوا عن أنفسهم فلجأوا للتجديف على إله السماء تمام زي الريس بتاعهم على تيجان اسم تجديف فهم أي حاجة بيبتدوا يعملوها والرياكشن الطبيعي بتاعهم التجديف وبدأوا يجديف على إله السماء مع أن الأولى بالتجديف عليه المفروض يكون مين يكون الوحش الدجال الوحش الأرضي ليه لأنه ما بينقزهم أبدا من أي ضربة من الدربات اللي بتنزل عليهم علشان كده القديس يحنى استخدم الألفاظ بمنتهى الدقة وقال جدفوا على إله السماء ما قالش النوم جدفوا وخلاص كده لا ده حدد جدفوا على إله السماء لا على الوحش المتأله لا هم قصدين ربنا الواحد الوحيد أكمل بيت الآية وأقول وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم سبب الأوجاع بلا شك هو الضربة اللي فاتت خاصة في الأجساد لأن الشمس نزلت قعد التحروق فأجسادهم فأكيد هم بدأوا يتقلموا من القروح ومن الدمامل ومن الحروق يعني مأساة كبيرة جدا ولنا استبعد أن النبي الكذاب اللي جعلهم يسجدون لي وللوحش علشان يدافع عن الوحش صاحبه ما احنا عارفين أن احنا عندنا وحشين الوحش اللي خارج من البحر الأولاني الوحش اللي خارج من الأرض التاني واللي اتنين شغالين لحساب واحد فالوحش التاني بيدافع عن الأولاني فبيلفت نظر أتباعوا اللهم يا جماعة ده هو اللي ظلمكم إله السماء هو اللي يستحق التجديف عليه ويبتده هم يتخدعوا تاني للأسف ويقول النص وجدفوا على إله السماء ومتخيلين أن هو اللي ظلمهم ويجدف عليه لأنه هو اللي ظلمهم في تصورهم بحسب الدحك عليهم من الوحش كلمة قروحهم هي هي كلمة الدمام اللي خدناها قبل كده في النص اليوناني ولم يتوبوا عن أعمالهم دي آخر حتة في آية 11 ودي مش المرة الأولى تقول لي حصل قبل كده أنهم ما تابوش عن حاجة أقول آه لما احنا عنها في دقايق فاتت لكن أكمل وأقول دلوقتي ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم دي خدناها في إصحاح تسحى ولأن الحال بالشكل ده فهنا سؤال بيطرح نفسه هم ليه ما تابوش مش دي ضربات شديدة جدا كأس مصبوط صرف من غضب الله عليهم ليه ما تابوش أقول بمنتهى البساطة تعالوا نرجع ونفهم بدل ما نتعجب من أسوتهم الشديدة أقول شوفوا مثلا ابن كاتب إصر ده من المفسرين المهمين بيقول كلمة حلوة قوي بيقول الرسول يحنى لم يكرر ذكر لم يتوبوا عن أعمالهم جزافا ما قررهاش كده والسلام طب ليه ما قررهاش جزافا لا يقول بل متعجبا مش جزافا لكن متعجبا من عزم قصوتهم وتصميمهم ضد ضد الله مع هذه الصعوبات اللي نزلة عليهم واحد تاني من المفسرين بيقول لن يكون المقصود بالضربات بتاعة الجامات قيادتهم إلى التوبة طب ليه مع أنها شديدة جدا يقول مع أن كل هذه الدينونات قد قتت عليهم بسبب خطاياهم لكن مش مقصود أنهم يتوبوا بسبب الدربات دي ونرجع لإسحاح 15 هنلاقي فيه حاجة مهمة جدا كنا بنتكلم فيه عن الله اللي في الهيكل السماوي بوصف الله الغاضب والله الغاضب غير الله الرحوم هم شخص الله واحد طبعا لكن أنا بقصد أن في زمن غضب الله ما اتقال كده في الإسحاح 15 محدش قدر يدخل ويخرج من الهيكل لأن الله كان غاضب جدا وده سر عدم توبة الناس في إسحاح 15 إن الله قد غضب غضب شديد وأسلمهم إلى زهن مرفوض والعنف وضربات الجبروت ما كانش مقصود بيها توبة الناس المراضي إنما عقابهم فقط فلأن مقصود العقاب فما حدش بيتوب فما فيش مجال لانتظار إن الناس تتوب أبدا التوبة الحقيقية في الكتاب المقدس هي من عمل الله بروحه القدس في تبكيت الإنسان الخاطي وهي اللي بيظهر أصرها في حياة التايب لما بيجد نفسه بعد التوبة بيكره الخطية ويحصل له نمو روحي لكن إنسان ما وصلش للكره للخطية ولا للنمو الروحي أقول لسه ما تبش توبة كاملة ولازم يسير في طريق الرب وينمو في الروحيات بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبة وشريك الخدمة رسولية أبي صاحب النية في الأنبة في سنتي نستكمل نستكمل إصحاح 16 في الحلقة القديمة لربنا المد دائما أبديا آمين كلمات مش ممكن ننساها تشفي فينا الجروح كلمات اشتركوا في القناة